اخضعوا الحق ابخعوا الحق يا إخواني ونأتي الآن لماذا ثار الحسين ما الذي أخرج أبا عبيد الله هل كانت نزوة هل كانت فلتة هكذا أبدا يا إخواني الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان قال إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالمة ولا مفسدة وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لطلب الإصلاح أريد عامرة يعني أريد عن عامرة أريد عامرة بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين هذا هو الحسين هذا هو الحسين رأى عمر الأمة قد فسد رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف قال أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإنهاء وإلا خسيس عيش كالمرع الوبيل ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمى تبا لهذه الحياة تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين يزيد اللعين الذي قال فيه الذهب وكان ناصبيا يعني يتدين والمناسبة كل خلفاء بني أمي بدءا من معاوية وانتهاءا بالحمار المعروف بالحمار مروان محمد الحمار أيها الإخوة باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه كلهم نواصب كلهم أعداء لأهل البيت وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية أكبر ناصبي هذا أيها الإخوة هذا عشا ومات يلعن عليا ويأمر بلعنه كما في الأحاديث الصحيحة ستأتيكم في السلسلة مخرجة يشكتون عنها أحاديث صحيحة كثيرة غير واحد كثيرة هو وولاته نواصب الحافة ابن كثير في البداية والنهاية يا إخواني وأخواتي يذكر أرجوزة عن بعض الأفاضل كما وصفه قال هذه أرجوزة لبعض الأفاضل ضمنها أسماء الخلفاء جميعا إلى وقته ولما جاء إلى خلفاء بن أمية قال هذا المرتجز وكلهم كان ناصبيا وكلهم كان ناصبيا كل خلفاء بن أمية اقرأوا البداية والنهاية نحن لا نقرأ أم لا تقرأ انتبهوا وكلهم كان ناصبيا حاش الإمام عمر التقية باستثناء بن عبد العزيز نواصب خلفاء وملوك بني أمية نواصب يتدينون ببغض ومعادات ولعن أهل بيت النبوة ونحن ندافع عنهم ونحبهم إلى اليوم ونتفقه بفقههم ونتلقى رواياتهم وعن من أجازوه وعن من أعطوه واشبعوه عجبا يا عجبا لهذه الأمة تعرفون كان من الذي كان على رأس الجيش الذي سيره عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه لقتال حسين وقتله واهل بيته عمر بن سعد ابن أبي وقاص الصحابة الجليل أيها الإخوة سبحان الله أخرج الله من صل بهذه اللعنة المسمى بعمر بن سعد لعنة الله عليه الإمام العجلي يقول عمر بن سعد ابن أبي وقاص كذا كذا الزهري وهو الذي قاد الجيش الذي قتل الحسين ثقة أعلق يحلى بن معين قال يقتل الحسين وتقول ثقة إيش التنقض هذا أحد المحدثين مرة حدث بحديث بإصنادي الجنون الأموي هذه الأمة جنة أمويا رعب نعمة رعب ما الخوف أيها الإخوة أحد المحدثين حدث بحديث فذكر وعن عمر بن سعد فقال له حد طلابه تحدث عن من قتل ابن بنت محمد يا شيخ أما تستحي من الله أما تخاف من الله فجعل يبكي وقال لا أعود لا أعود طحكوا علينا علماء الجرح والتعديل ثقة يخط هل هناك أعظم من قتل حسين يروى بالسنة عن عبد الله بن عمر بن العاص وكان جالسا في ظل الكعبة فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة فأقبل فأشار إليه فقال أرأيتم هذا هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم أفضل من يمشي على وجه الأرض قال الآن هذا هو النبي قال هذا هذا حديث معروفة واضحة سيد جباب أهل الجنة الإمام إن قام وإن قعد إمام يقتله عمر بن سعد بماذا؟ بإمارة الري لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله أنا تمنت أن يقول له على الأقل لأقتلنك يعني يكون له بعض عذر بعض عذر ولا عذر ولا عذر والله ولكنه قال له لأعزلنك عن عملك ولا أهدم الندارك مش حتصير أمير على الري وعلى همدان وحاء أهدم لك بيتك بس فقال أنا تفكرت في عمي وأحب الري فأترك الري قال والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني قال لا نرجع مأثومين بقتل حسيني لعنة الله عليه لك النار لك النار أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله تابعي جليل في المنام قال رأيته في المنام فقال لي إيتي البراء بن عازب صاحبي فقرأ عليه السلام مني وقل له من قتل الحسين فهو في النار كل قتلت الحسين في النار والعياذ بالله ما في كلام وأترك فقه الأمية وحبت إيمان وحبت خردل هذا فقه الأمويين فقه الإرجاء الله قال ومن يقتل مؤمنا مش حسينا ابن رسولة مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعانه وأعد له عذابا عظيمة روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة النبي أمر بغزاء قال فخرجنا واصطففنا واصطففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء ألمهم ثم غزونا وعدنا فأتى أحدهم فقال يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك قال ماذا أحدث حدث عمل لك مصيب النبي قال له قال نعم يا رسول الله إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله قال تعوذا من الموت قال أنا شفت تعوذا فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام هل لا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه قال قل كلا يا رسول الله لم أفعل قال أما إني لن أستغفر لك اذهب لم يستغفر له يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض صحابي لمن جننون أيها الإخوة كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي 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 هذا الصحابي أيضا أليس كذلك أو مجاهد وغزى بأمر رسول الله قتل رجلا كافرا مشركا أسلا في لحظة بلساني لا ندري كان ينبغى أن تكفى عنه لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا والعلماء يثبتونه الطبران يثبته الذهب يثبته الطبر يثبته أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهب بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه أثبت هذا في ترجمة حسين من تهديب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال أثبته يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين وسكين بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها يا إخواني وأخواتي وسكين خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها حتى لا ترى رأس أبيها ورجل عزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا عمي المؤمنين هب لي هذه أريدها أن أنكح هذه سبيها كذا فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له قال كلا لو أردنا لفعلنا يسيد الملعون يقول قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني وديني أبي وجدي تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد يخي ما هذا الحقد كله ما هذا الحقد المجنون يا أخي حقد أبي سفيان على الرسول ومعاول على علي ويزيد على الحسين أحب أن أعرف ما هذا الحقد أنا عارف أقسم بالله أنا عارف والأمور واضحة عندي أقسم بالله أوضح من أصابع الخمسة هذه والله الذي لا إله إلا هو إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا ولا حول ولا قوة إلا بالله يراد أن تأخذ بنت علي بنت فاطمة سبيا تنكى على أنها سبيا ويتهدد الملعونه يستطيع أن يفعل هذا لعنة الله عليه لعنة الله عليه ما هذا ما هذا وبعد هذا الذي حدث أيها الإخوة وبعد الذي هذا حدث رحمة الله على الإمام أبي عبد الله الحاكم الذي ابتهم بالتشيئ صاحب المستدرك على الصحيحين يقول أبو عثمان الصابوني أنشدني شيخنا الإمام أبو عبد الله الحاكم في مجلس الإمام الحمشادي الحاكم ماذا يقول يقول جاءوا برأسك يبن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا وكأنما بك يبن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا كما قلت لكم والنبي ثبت عنه هذا وارد عنه هذا كما قتل يحيا كما قتل بن إسرائيل أنبياء هذه الأمة فشلت أن تقتل محمدا ليلة العقبة التبوكية فشلت والنبي أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله على كل ذكي وعريب أن يبحث وأن ينقر وأن ينقب وأن يفتش لكي يعرف على الأقل أسماء بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل الرسول ليلة العقبة اقرأوا صحيح مسلم واقرأوا الشروحات وكل ما كتب حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع هذا الموضوع خطير قال حذيف أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد في صحيح مسلم هذا لا يقل لنا لا نعلم الحقائق أيها الإخوة نعم فاشلوا أن يقتلوا أيه النبي فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه الله أكبر سمية نسلها أضحى كعدد الحصة وبنت رسول الله ليس لها نسلها لكن لا أين نسل سمية اليوم لا نسل أين نسل يزيد ومعاوية لا نسل الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهذ برية يزيد وقطع الله عقبه أم يبقى أحد على وجه العرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان وأين نسل الحسن وأين نسل الحسين أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم أو في خمس قارات العالم في خمسة أسقاع المعمور أيها الله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي لبيا والقدس في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله إنا أعطيناك الكوثر هذا هو الكوثر فلا تأسى لا تأسى أيها الشاعر المحب قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد وهذا نسل محمد قالوا وَكَأَنَّمَا بِكَ يَبْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهَارًا عَاقِذِينَ رَسُولًا قَتَلُوكَ عَطْشَانًا وَلَمْ يَتَرَقَّبُوا فِي قَتْلِكَ التَّنزِيلَ وَالتَّأويلَ الله أكبر قبل يومين كان عندهما فأعطاهم فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يُعطي عليًا وجيشه في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيُعطي معاوية وجيشه شيء هجب يا أخي وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني قسما بالله إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية لا وفاء وغد وكذب ونفاق وتجزيل وحقد أسود والذين يحبون محمدًا وآل محمد بصدق هم الرجولة هم الشرف هم المجد هم الصدق هم الحق هم البنر هم الطهر شيء حجيب يا أخواني رحمة الله على الإيمان القاضي ابن خلكان القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان أيها الإخوة يروي في ترجمة الشاعر الشهير حيصا بيص سعد بن محمد أيها الإخوة ابن الصيفي الذي عرف بحيصا بيص يروي يقول وحدث الشيخ ابن المنجلي نصر الله ابن المنجلي كان شيخا فقيها قال نمت ليلة يبدو أنه نام في مثل هذه الليالي مخمودًا محزونا قال فسنح لي الإمام علي عليه السلام في المناء فقلت له يا أب الحسن تفتحون مكة وتقولون من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ثم يتم على ولدك وأهلك في الطف بكربل ما تم ما هذا ما هذا حاربوكم عشرين سنة ولما أمكن الله من معاوي وأبيه وأخيه وأمه آكلة الأكباب قال محمد رسول الخير والطهر والمرحمة اذهبوا فأنتم الطلقاء وقبلها قال ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ويأتينا الحمق والتائهون ليقولوا لما قالها قالها لأنه قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر أراد أن يتألف هذا الرجل المعطوب الفطرة المنكوس الشخصية أراد أن يتألفه لعله يخشع قليا ويبخع للإسلام تألفا أيها السائل التائه يا من ضربوك في التيه يضحكون عليك فما كان جزاء محمد قال محمد قتلوا تقتيلا الله أكبر وعلى يد من على يد هذه العائلة بالذات على يد هذه العائلة بالذات كل بلاء الإمام علي من معاوية والبلاء الذي أصاب الحسن والحسين من بني أمي أمي معاوية وأبناء معاوية الحسن يموت مسموما أيها الإخوة ثم عدة مرات ونجا حتى ثم آخر مرة فلم ينجو منها كان يلفظ كبده لفظا لفظا أيها الإخوة لفظا وإلى الله المشتكى الله الموعد وقال لأخي الحسين ادفني عند جد المصطفى فأنا أولى به وتعلمون حكيت لكم ويأتي مروان ابن الحكم لعنت الله عليه وعلى أبيه من قبلي أيها الإخوة يأتي ويمنع وفعلا ويعمل الحسن بوصية الحسن ويمنع الحسن أن يدفن من عند جده رسول الله لأن بني أمي لا يريدون شيء لا يصدق يا أخوة هذا حرص على رسول الله حب لرسول الله أنبغض في أهل بيت رسوله وفي رسول الله نفسه نعم نعم كانوا يخاطبون بعض المسلمين يقول محمديكم هذا انتبهوا محمديكم وقال لك مسلمون رحمة الله على حذيفة بن اليمان الصحابة الجليل أمين سر رسول الله على المنافقين على أسمائهم توفي سنة ست وثلاثين بعد مقتل عثمان بأقل من سنة رأى التحول خطير على يد بني أمي في آخر خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه رأى كيف تحبل أيها الإخوة بني أمي بكل شيء كيف قلبوا الدين وكيف جاهروا بالنفاق ومن يعني حذيفة بقوله إلا هؤلاء فيما رواه عنه البخاري قال حذيفة إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان قال ما في نفاق اليوم كفر اليوم في صحيح البخاري لا ينتبع حتى تفهموا التاريخ ما تقول ليش تاريخ وطبري وابن عبد ربه وأنت تقول عواطف في صحيح البخاري عن ماذا يتكلم قال اليوم ما في نفاق اليوم كفر بعد الإيمان هذه رواية الأكثرين قال الحافظ وفي رواية الكفر أو الإيمان كفر أو الإيمان بالترديد بالترديد أيها الإخوة هذا هو المهم في اسمعوا القصة العجيبة فبماذا أجابه الإيمان عليه عليه الصلاة قال له الجواب عند ابن الصيفي أما سمعت ماذا قال ابن الصيفي قلت كلا يا أبن حسن ما سمعت قال فاسمع منه قال فاستيقظ وهرعت إلى دار حيص بيص حيص بيص هو سعد بن محمد المعروف بابن الصيفي الشاعر العباس الشهير متوفى سنة 74 وخمسمائة في الهجرة حيص بيص مشهور قال فطرقت عليه الباب فخرج مذعورا فقلت الأمر كذا وكذا فماذا قلت فلما سمع ما قلت شهق وأجهج بالبكاء جعل يبكي قال والله إن عرف بها أحد بهذه الأبيات وإن قلتها قبل الليلة ما نظمتها إلا قبل قليل أنا قلت هذا المعنى بالذات قال حجيب أنا كنت أفكر في قضية مظلومية أهل بيت النبي وكيف قابل بن أمي وآل أبي سفيان وآل مروان أيها الإخوة آية الحكم ابن أبي العازي وحسبك من شر سماعه كيف قابل وعف رسول الله وكرم رسول الله بتزبيع أهل بيت قال فقلت وهو يبكي ما لكنا فكان العفو منا سجية هذه الأبيات تسمعونها هذه خصتها لا تقال لنا كامل قصة انتبهوا نصب من تحت لتحت لا يحب لا يرأل أن تقال لنا القصص كاملة حتى تحفظ الأبيات دون أن تعرف القصة لأن القصة تنتصر له البيت وفيها كرامة للإمام علي عليه السلام رؤياه حق هنا شفتوا حق قال اذهب إلى ابن الصيف وتسمع الجواب منه الله أكبر قال ملكنا فكان العفو منا سجية فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح وكل إناء بالذي فيه ينضح نحن بنو هاشر وأنتم بنو عبد الشمس أنتم أبناء الحكم وأبناء أبي صفيان صخر ابن حرب هكذا هذا هو الفرق يا إخواني لماذا خرج يزيد خرج يزيد أيها الإخوة لأنه رأى الدين يهتك والحرمات تنتهك الدين يذوم الحسين على يزيد عفواً خرج الحسين لهذا المعنى يا إخواني أتعلمون في صحيح البخاري دخل الإمام الزهري على أنس بن ملك صاحب رسول الله فوجده يبكي فقض له لما تبكي فقال أبكي لا شيئ مما كنت أعرفه لا أعرف الآن شيئا مما كنت أعرفه عند أحمد على عهد رسول الله الدين قال أنت سخ أين هذا في دمشق؟ دخل عليه في دمشق قال الحافظ بن حجر جاء من البصرة أنس كان في البصرة إلى دمشق لكي يشكو الوليد لكي يشكو الحجاج أي الوليد بن عبد الملك قال ضاح كل شيئ أبكي قال ما فيه ولا الدين إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت والصلاة كما مضيعت أتعلمون ماذا فعل ابن أمي بالصلاة؟ فعلوا الأفعيل اقرأوا شرح الحافظ فتح البارئ وشرح الحافظ ابن الرجب فتح البارئ أيضا على البخاري أعجيب لا تصدق روى عبد الرزاق أيها الإخوة عن عطاء قال جئت أصلي الجمعة كاليوم خلف الوليد بن عبد الملك قال طبعا يؤخرون الصلاة يصلون الجمعة عند المغرب ما فيه ظهر عصر ويدخل المغرب أحيانا هكذا شيء لا يصدق وهكذا كان يفعل الحجاج وهذا ثابت ونحن لا نعرفه لا يقال لنا هذا ثابت ذكره كل الشراح ذكره وكان معمولا به أضاعوا الصلاة تعمدوا أن يضيعوها حقد على الدين دفيني يا إخواني وبالقوة بالقوة ولا بد أن تصلي معنا وفي غير الوقت أضاعوا الصلاة عن أوقاتها بالكلية فخلهم بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهواتي فسوف ينقون غيه حتى تعرفوا ما الذي حمل الحسين على أن يخرج أمثال هذه الأمور التي آلت إلى تضيع الصلاوات بالكلية